بالطبع هذا ليس جديدا في تركيا هذا النهج ينتهجه نظام أردوغان وزاد في الفترة الأخيرة بعد أن نجحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالطبع النظام التركي نظام قمعي استبدادي لا يقبل المعارضة ولا يقبل الصوت الآخر وأيضا الظروف التي تمر بها تركيا الآن من عدم الأمان جعلته يرفض أي رأي سواء بالانتقاد له على موقع التواصل أو من خلال التعديل في الشارع أيضا والنظام التركي زاد من قمعي في الفترة الأخيرة لأن أردوغان ترسخ في السلطة وأصبح يضمن الكرسي ويريد أن يستمر حكمه بدون أي صوت معارض يمكن أن يسبب له مشاكل أو يعرق الفترة حكمه الجديدة ولذلك هو لا يريد أصوات معارضة هو فقط يريد أن يسمع صوتا واحد صوت حزبه ويريد أن يصفق له الجميع ويريد أن يخيف الشعب دائماً أردوغان لديه هاجس أن تركيا لها أعداء ويفرض هذا على الشعب لأنه فشل اقتصادياً أيضاً يعني رجب طيب أردوغان الذي كان يتحدثون عنه أنه سبب من مهضة تركيا هو الأمن يعني هو سبب خراب الاقتصاد التركي هل يخشى النظام التركي من أي حالة توحد بين صفوف المعارضة؟ بالطبع يعني هذا التوحد يقلقه جداً خاصة أن النتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة والعدد الكبير الذي حصل عليه منافسه كملك القدار أغلو في الانتخابات الرئاسية جعلت أردوغان يقلق يعني هناك رقبة شعبية كبيرة في التغيير ويعني هناك منظمات دولية شككت في الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة واعتبرتها انتخابات يعني غير نزيهة أو من عدم تكافؤ الفرص يعني هناك عدم تكافؤ الفرص لأن أردوغان كان يستطيع أن يوصل رسائله إلى مناصره بينما المعارضة أو معارضه كملك القدار أغلو كان لا يستطيع أن يوصل رسائله كان هناك تضيق وخناق أمني على المعارضة في الانتخابات الرئاسية وما يحدث اليوم هو طبيعي جداً لأن أردوغان حس أن هذه السلطة هو له وحدة ولا يريد أحد أن يراجعوا فيها نعم باعتقادك أستاذ أحمد ما هو الرد الأمثل من قبل المعارضة على هكذا تصرفات وحملات تضييق من قبل رئيس النظام التركي يعني المعارضة الآن بحاجة إلى أن تضع جميع الحقيقة أمام الشعب التركي وبحاجة إلى أن تتوحد وتبعد عن المصالحات الشخصية وتكون أقوى من أي وقت مضى القرب من المواطن التركي هو الحل الوحيد للتوحد حول قضايا وطنية لأن أردوغان اليوم لديه مشاكل حتى أمنية كثيرة يعني هناك اختلاق للأجهزة الأمنية بشكل كبير سواء من مخابرات خارجية أو سواء أيضاً من بعض المعادلة لو في الدول المجاورة خاصة أن أردوغان يعيد سياسة المشاكل مرة أخرى وما حدث من حماس في 7 أكتوبر الماضي يجعل أردوغان لا يستطيع الحديث في أمور دولية أو حتى في حديث عن الشأن الفلسطيني كما كان يتحدث في السابق لأنه يشعر أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر أيضاً على تركيا وخاصة في علاقتها مع الولايات المتحدة المضطربة جداً في السنوات الأخيرة بسبب اتجاه أردوغان إلى روسيا وأيضاً صارت أردوغان لمشاكل في سوريا والعراق وتوجيه واختراق لسيادة العراق وسوريا كل هذا الولايات المتحدة تختلف في هذه النقاط مع تركيا ولذلك أردوغان حريص جداً في سياساته الخارجية بأنه يتحدث كثيراً بالإضافة إلى أنه يركز الآن داخلياً على قامع المعارضة أشكرك جزيل الشكر أحمد المالكي رئيس مركز شؤون دولية باللغة العربية للدراسات السياسية والإعلامية على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من القاهرة ترجمة نانسي قنقر